أعلنت وصارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي 90.12% والصيدلة 89.51% والهندسة 85% والتخطيط العمراني 83.41% والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46% والألسن 84.51% والإعلام 83.65% والأثار 80.73% وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعب العلمي علوم ورياضة 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98% والشعب الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5% على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة واعتبارا من غد الثلاثة حتى السبت القادم